اشتركوا في القناة نتكلم عن الخطوات المفروض نمشي عليها وكمان انواع والمصادر بتاعة الداة اول حاجة بالنسبة للدفنشن هو عبارة عن عملية ايه عملية الريسيرش دي ان انا بجمع معلومات وابدأ ان انا حللها وعمل بينها تدخل عشان اوصل في الاخر لاجابة لسؤال يبقى هي عبارة عن سيستماتيك سيستماتيك ده معناه اللي انا بمشي بشكل سيستماتيك step by step بمشي شايد خطوات ابدأ ان انا الواحز او اجمع معلومات اقسمها عملية تصنيفات classification دي هي نفس كلمة analyzing ابدأ اعمل تدخل للدفنشن حتى ما اوصل لاجابة لسؤالي احنا بدا كده بالنسبة للدفنشن بعدك هنعرف ان هي عبارة عن رحلة البحث دي عبارة عن رحلة تبقى عبارة عن two steps او two decisions يالي مفروض ان انا عرفهم اول حاجة عرف ايه هي الاسئلة اللي جات على بالي المفروض ان انا عرف اجابتها وازاي انا هوصل الاجابات دي جميل عن طريق شويسة steps بقى هنعرف اول حاجة محتاجة عرف العلاقة هل في علاقات ما بين contraceptive builds وانه هو يحصل breast cancer هبدأ ان انا اصيرش الموضو ده على جوجل شوف حد اعمل البحث ده قبل كده ولا لا هبدأ ان انا اعمل احدد اهدافي وابدأ ان انا اقول فرضي يقط يعني اتوقع كده نتائج ممكن تبقى ايه هبدأ ان انا اجيب sample يعني من الفئة المستهدفة للدراسة عليهم اجمع منهم ال data ابدأ ان انا احللها لحتى ما اصل في الاخر الاجابة لسؤالي بقى ريسيرش ستبسع بارة عن ان انا عندي problem عندي مشكلة بعد كده ببدأ اشوف extensive review وابدأ اشوف الناس عملت عليها ابحاث عملها ازاي احدد اهدافي واعمل فرضية على الموضوع ده وابدأ ان انا اعمل اجيب sample والناس اللي انا هعمل عليهم الدراسة دي للمما الستاتة اللي مجاوزين اللي بيستخدموا اشوف احصل لهم breast cancer ولا هجمع منهم data هحللها هكتب تقرير اوصل في الاخر لنتائج موضوع بسيط كمان مرة هقولنا اللي هو بيبقى عندي ان انا بعمل خطة قدامي عشان اعرف اجابة للسؤال فببدأ ان انا اشوف ال review اشوف الناس الكتب لأبحاث هجمع data احللها اكتب document في الاخر اللي هو report بالنتائج لان اوصلت ده نفس الكلام انا بكاررز يا ده بس كلمة اللي انا بحدد type of research ممكن يبقى او experimental وقت فهمها في المحضرات البقية بجمع data وبحللها اعمل لقاتة داخل وابدأ في الاخر اكتب report ووصل في الاخر للresult اجابة السؤال اللي كان عندي في الاول ده كده بالنسبة المعلومات دي فبقى كده ودي يبقى كده اول مرة تتجمع يبقى الموضوع ده مور الموصوق بي لان لسه متجمع يعني من جديد اول الموضوع يبقى سك عندها اللي هو انا رحت مسلا للسجل المدني وبدأت اشوف المستندات او الموجودة عندها او الموجودة في المستشفى او التعداد السكان اللي هو والحاجات دي كلها فيبقى كده الموجودة وانا بايح هاخد منها المعلومات فعشان كده الموضوع ده طبعا بيبقى مش على طول جميل ده كده بالنسبة لما نيجي بقى ان الكلام عن طيب سوب داتا في داتا بتبقى سابتة بتبقى سابت وفي بتبقى متغيرة من شخص للتاني على حسب بقى انا سألت الرجل ده سؤال فرد علي بكلمة او رقم لو رد علي بكلمة يبقى كده باعتبار كواليتيتيت في داتا لو رد علي بكلمة تبقى رد علي برقم تبقى نيومريكا او كونتيتيتيت على حسب لو رد علي بكلمة ينفع تتحط في مستويات او تتحط في زي مسلا قال لي عن تعليم مستوى نومنال زي الجندر ميل او في ميل مفيش فرق محل اللقم او بلات جروب مفيش يعني فصيلة احسن من التاني طيب لكن لو رد علي برقم يعني لو الرقم ده لازم يفضل صحيح زي عدد الحالات او عدد السرائر الموجودة في المستشفى وكده تبقى دي لو رد علي برقم مثلا وزنه 60 كيلو فينفع 60 كيلو نص رقم عادي يبقى الموضوع هنا بقى كونتينوس جميل ده كده بالنسبة للمحضرة ده برضو الجدول بيبقى فيه شوية داتا كده ومتقسمة برضو انواع عاملات زي بطمان تبقى كده كل حق واضح وبتقفية بازن الله